هنبدأ أكيد بالملف الأبرز اللي هو ملف مباراة القمة اللي لم تلعب اللي بناءً عليها خرجت العديد من القرارات ومنتظر تابعات كمان ده هابدى بيك أنت صايغ نظرتك الأول قبل ما نتكلم عن شوية أخبار تخص القصة نظرتك للمشهد ككل فيما يخص علاقة الزمالك وربطة الأندية واتحاد الكورة بوسي هاني في الحقيقة يعني أنا كنت ضد قرار نادي الزمالك أنا كنت أتمنى نادي الزمالك يبقى قراره مدروس بشكل أكبر لو الزمالك كان درس قراره وقال أنه هو مش هيلعب بعد ماتش الأهلي على أقل كان إلا لما ننفس بعض الطلبات لأنه ماتش الأهلي مهم جدا حتى لو الزمالك مش بينافس على الدوري بس هو هنا ممكن يعطل الأهلي في ظل بيرامز المتفوق بشكل كبير جدا فهيعطل الأهلي أنه هو ياخد المنافسة لكن في النهاية الزمالك طبعا خسران ربطة الأندية حاولت بشتى الطرق وهي وسيد وزير شاب ورياضة دكتور أشاف صبحي أنهم يحلوا الأزمة كان فيه اجتماعات متواصلة طبعا محاولاتهم كانت وصلة لأي حد من محاولات الإرضاء بس هي مش عايزين نقول نقول إرضاء لأنه مفيش طرف هيرضخ للتالي محاولات إثناء الزمالك على القرار آه يعني طبعا الزمالك فريق كبير واحد قطباء الكرة المصرية فمهم جدا أنه هو يتواجد في الدور المصري حاول الدكتور أشاف صبحي أنه هو يتواصل وقعد مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وتكلمه في كل حاجة والأستاذ حسين لبيب عرض المطالب تاني اللي هي طبعا موضوع التحكيم والقصة بتاعت المؤجلات وكل حاجات اللي الزمالك طلع فيها بيان ووزير الرياضة مع أستاذ أحمد دياب وعدوه أن الكلام ده هيتنفذ اتباعا ومن الموسم الجديد في حاجات كتيرة طبعا هتتغير وأبرزها يمكن رحيل بريرة عن لجنة الحكام بالاتحاد المصر كرة القدم حالك من ضمنها رحيل الكابتن عامر حسين في ساعتها؟ بص هقول لك هاني حاجة حاجة عامر حسين أو الأستاذ عامر حسين الموسم الجاي مش يبقى موجود في إدارة المسابقات دي معلومة موجودة دي معلومة مؤكدة بالنسبة 100% ولكن في الوقت الحالي صعب أنه يتشال إحنا دلوقتي طبعا أنت في نهاية الدوري مهم جدا تواجده رجل يتمتع بخبرات كبيرة في إدارة المسابقات بقاله سنين كتيرة جدا متواجد في إدارة المسابقات فمهم جدا وجوده صعب جدا أنه أشيله خلاص في نص موسم الموضوع هيتصعب على اتحاد الكرة وربطة الأندية في كيفية إنهاء شكل الدوري مين هيجي يكمل على شغل الحاج عامر فالوضع كان صعب جدا أنه هو يمشي لكن الموسم الجديد الحاج عامر هو بنفسه تكلم مع بعض المقربين ولأنه مش يبقى موجود فأنا كان رأيي أن نادي الزمالك يلعب ماتش الأهلي وما كانش ينصاق وراء السوشيال ميديا وجماهير أنت شايف أن السوشيال ميديا هي اللي قاضي في زمالك للقرارة صارت بشكل بير جدا طبعا على فكرة إنه هو ينسحب من مبارات الأهلي وخصوصا المعلومات اللي عندي وأكيد فؤادها يأكدها لي إن كان في حالة انقسام وارد طبعا إن كان في حالة انقسام داخل مجلس جزارة الناج الزمالك إنهما يلعبوا كمة أو ما يلعبوش والدليل على كده إنهما يلعب ماتش سراميك والمطالب كلها ما تنفذتش طيب فؤاد